في سنة ثمائن وعشرين ومائتين حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي ظبيانة عن معاذي بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعضهم أفلا نسجد لك قالا لو كنت أمرا بشرا يسجد لبشر لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش قال سمعت أبا ظبيانة يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذي بن جبل قال أقبل معاذ من اليمن فقال يا رسول الله إني رأيت رجالا فذكر معناه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيبي بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلوق حسن فقال وقال وكيع وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول قال أبي وقال وكيع قال سفيان مرة عن معاذ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمري بن عثمان يعني ابن موهب عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن محمد بن زيد عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرى عربية فأمرني أن أخذ حظ الأرض وقال عبد الرزاق يعني عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد يعني في حديث معاذ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمري بن ميموء عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قالا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال لا يعذبهم حثنا وكيع عن أن هاسي بن قهمين حدثني شدد أبو عمار عن معاذي بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست من أشراط الساعة موت وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كاق عاصي الغنم وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلمين وأن يعطى الرجل ألف دينار فيتسخطها وأن تغذر الروم فيسيرون في ثمانين بند تحت كل بند إثنى عشر ألفا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيانا عن أنسي بن مالك قال أتينا معاذ بن جبل فقلنا حدثنا من غرائي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كنت ردفه على حمار قال فقال يا معاذ بن جبل إن قلت لبيك يا رسول الله قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال أن ليعذبهم حدثناه عبد الرحمن حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال ثنم عمر عن أبي إسحاق عن عمر بن ميموء عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري ما حق الله عز وجل على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يغفر لهم ولا يعذبهم قال معمر في حديثه قال قلت يا رسول الله هلا أبشر الناس قال دعهم يعملوا حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حصيء عن الأسود بن هلال عن معاذ بنحوه حدثنا عبد الرحمن حدثنا حمد بن سلمة عن عطائي بن سائب عن أبي رزيء عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال وما هو قال لحول ولا قوة إلا بالله حدثنا عبد الرحمن حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير حدثنا أبو أطفيل حدثنا معاذ بن جبل إن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن حمد بن هلال عن هصان بن الكاهين قال دخلت المسجد الجميع بالبصرة فجلست إلى شيخ أبيض الرأس واللحية فقال حدثني معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يرجع ذاكم إلى قلب موقئ إلا غفر الله لها قلت له أنت سمعته من معاذ فكأن القوم عنفوني قال لا تعنفوه ولا تأنبوه دعوه نعم أنا سمعت ذاك من معاذ يدبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل مرة يأثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال قلت لبعضهم من هذا قال هذا عبد الرحمن بن سمرة تحدثنا عبد الأعلى الأعلى عن يونس عن حمد بن هلال عن هصان بن الكاهين قال وكان أبوه كاهنا في الجاهلية قال دخلت المسجد في إمارة عثمان بن عفان فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية يحدث عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حثنا محمد بن أبي عادي عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان حدثني حميد بن هلال حدثنا هصان بن الكاهن العدوي قال جلست مجلسا فيه عبد الرحمن بن سمرة ولا أعرفه قال ثنا معاذ بن جبل إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس فموتوا لا تشركوا بالله شيئا تشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذاكم إلى قلب موقئ إلا غفر لها قال قلت أنت سمعت هذا من معاذي بن جبل إن قال فعنفني القوم فقال دعوه فإنه لم يسيء القول نعم أنا سمعته من معاذ زعمى أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي عادي عن حبيبي بن الشهيد عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهن عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ مثله نحو قوله حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطائي بن الولدي بن أبي عبد الرحمن عن أبي إدريس العبدي أو الخولاني قال جلست مجلسا فيه عشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيهم شاب حديث السن حسن الوجه أدعج العينين أغر الثنايا فإذا أختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله فإذا هو معاذ بن جبل فلما كان من الغد جئت فإذا هو يصلي إلى سارية قال فحذف من صلاته ثم أحتب فسكت قال فقلت والله أني لا أحبك من جلال الله قال الله قال قلت والله قال فإن من المتحابين في الله فيما أحسب أنه قال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ثم ليس في بقيته الشك يعني في بقية الحديث يوضع لهم كراس كراس من نور يغبيطهم بمجلسه من الرب عز وجل النبيون والصديقون والشهداء قال فحدثته عبادة بن الصامت فقال لا أحدثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقت محبتي للمتحابين في وحقت للمتباذلين في وحقت محبتي للمتصادقين في والمتواصلين شك شعبته في المتواصلين أو المتزاورين حثنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة قال شعبة لم أسأل قتادة أنه سمعه عن أنس حثنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصيء والأجعثي بن سليمين أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذي بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد فقال الله ورسوله أعلم قال يعبدونه ولا يشركون به شيئا قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم حثنى محمد بن جعفر ثنى شعبة عن عمر بن أبي حكيمين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدلي قال كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذي بن جبل إن قال كنت ردي فرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال وهل تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال أن ليعذبهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمري وبن أخي المغيرتي بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمصة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال كيف تصنعوا إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي لا آل قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قيس بن مسلمين قال سمعت أبا رملة يحدث عن عبد الله بن مسلمين عن معاذي بن جبل إن قال 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 حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال لا يشهد عبد لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة قال قلت أفلا أحدث الناس قال له إني أخشى أن يتكل عليه حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ بن جبل قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ فذكر مثله حدثنا عبد الرزاق أنباءنا سفيان وأبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوكة حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن الأعمش عن أبي وإلن عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر طبيعا أو طبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالي من دينارا أو عدله معافرة حان عبد الرزاق أنباءنا أبن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا مالك بن يخامرة أن معاذ بن جبل إن حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله من رجل مسلمين فواق ناقته وجبت له الجنة ومن سأل لها القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغذ ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء قال أبي وقال حجاج وروح كأغذ وقال عبد الرزاق كأغري وهذا الصواب إن شاء الله حسنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوبا عن حميدي بن هلال العضوي عن أبي بردة قال قديم على أبي موسى معاذ بن جبل إن باليمن فإذا رجل عنده قال ما هذا قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين فقال والله لا أقعد حتى تضرب عنقه فضربت عنقه فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال من بدل دينه فاقتلوه حان عبد الرزاق أخبران معمر عن عاصمي بن أبي النجودي عن أبي وائل عن معاذي بن جبل إن قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظمين وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد لها ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ قوله تعالى تتجاف جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه فقلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر وعموده الصلاة وذروة سنامه جهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت له بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا رسول الله وإنا لم أخذون بما نتكلم به فقال فكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنتهم حدنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي الوردي يعني ابن ثمامة حا ويزيد بن هارون أنا الجريري عن أبي الوردي ابني ثمامة جميعا عن اللجلاج عن معاذي ابني جبل قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول اللهم ما إني أسألك الصبر فقال قد سألت البلاء فسألها العافية قال ومر برجل يقول اللهم ما إني أسألك تمام النعمة قال يا أبنى آدم أتدري ما تمام النعمة قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير قال فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة قال أبي لو لم يروي الجريري إلا هذا الحديث كان حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أنبأني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره أن معاذ بن جبل قال لست أخذ في أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء قال ابن بكر لست بآخذ في الأوقاص حثنا سفيان عن عمرو عن طاوس أتي معاذ بوقص البقر والعسال فقالا لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بشيء قال سفيان الأوقاص ما دون الثلاثين حثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي عن حسنا بن عطية حدثني عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميموء الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل إن اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر رافعا صوته بالتكبير أجش الصوت فألقيت عليه محبة فما فارقته حتى حثت عليه التراب بالشام ميتا رحمه الله ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت عبد الله بن مسعود فقال لي كيف أنت إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها قال فقلت ما تأمرني إن أدركني ذلك قال صل الصلاة لوقتها واجعل ذلك معهم سبحة حثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الولدي بن عبد الرحمني عن جبير بن نوفير عن معاذي بن جبل إن قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع ومن طمع يهدي إلى غير مطمع ومن طمع حيث لا طمع حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمين عن شهري بن حوشب عن معاذي بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تتجاف جنوبهم عن المضاجع قال قيام العبد من الليل حثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثني أبي عن مكحول عن معاذي بن جبل إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب على فخيذه أو على منكبه ثم قال إن هذا لا حق كما أنك قاعد وكان مكحول يحدث به عن جبير بن نوفير عن مالك بن خامرة عن معاذي بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا يونس في تفسير شيبان عن قتادة قال وحدث شهر بن حوشب عن معاذي بن جبل إن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين بني ثلاثين سنة حان أسود بن عامر أخبران أبو بكر بن عياش عن عاصمين عن أبي بردة عن أبي مليح الهوذلي عن معاذي بن جبل إن وعن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا كان الذي يليه المهاجرون قال فنزلنا منزلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حوله قال فتعاررت من الليلي أنا ومعاذ فنظرنا قال فخرجنا نطلبه إذ سمعنا هزيزا كهزيز الأرحاء إذ أقبل فلما أقبل نظر قال ما شأنكم قالوا أنتبهنا فلم نرك حيث كنت خشيا أن يكون أصابك شيء جئنا نطلبك قال أتاني آت آت في منامي فخيرني بين أن يدخل الجنة نصف أمتي أو شفاعة فاخترت لهم الشفاعة فقلنا فإنا نسألك بحق الإسلام وبحق الصحبة لما أدخلتنا الجنة قال فاجتمع عليه الناس فقالوا له مثل مقالتنا وكثور الناس فقالا إني أجعل شفاعة لمن مات لا يشرك بالله شيئا حدثنا روح حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه فذكر نحوه حثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمشي عن عمري بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذي بن جبل قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في النوم كأني مستيقظ أرى رجلا نزل من السماء عليه بردان أخضرني نزل على جذم حائط من المدينة فأذن مثن مثن ثم جلس ثم أقام فقال مثن مثن قال نعم ما رأيت علمها بلا لم قال قال عمر قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني حثنا روح حدثنا زهير بن محمد حدثنا زيد بن أسلم عن عطائي بن يسار عن معاذي بن جبل إن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي لها لا يشرك به شيئا يصلي الخمسة ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا قدثنا روح حدثنا سعيد عن قتاد تحدثنا العلاء بن زياد عن معاذي بن جبل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشات القاسية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم الجماعة والعامة والمسجد حدثنا روح حدثنا مالك وإصحاق يعني ابن عيسى أخبرني مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق الشام فإذا أنا بفتن براق الثناية وإذا الناس حوله إذا أختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدت قد سبقني بالهجير وقال إسحاق بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه فقلت لهو الله إني لا أحبك لله عز وجل فقال الله فقلت الله فأخذ بحبتي ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابي نافية والمتجالسين نافية والمتزاورين نافية والمتباذلين نافية حثن روح حدثنا الحجاج بن الأسود عن شهري بن حوشب عن معاذي بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة حدثنا روح حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت عروة بن النزال أو النزال بن عروة يحدث عن معاذي بن جبل إن قال شعبة فقلت له سمعه من معاذ قال لم يسمعه منه وقد أدركه أنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فذكر مثل حديث معمر عن عاصمين أنه قال الحكم وسمعته من ميمون بن أبي شبيب حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلمين حدثنا الحصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأونقوا إليه بالذي سبق به من الصلاة فيبدأ فيقضي ما سبق ثم يدخل مع القوم في صلاتهم فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود في صلاتهم فقعد حداف لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقد ما كان سبق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع كما صنع معاذ حدثنا محمد بن بكر أنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثنا صالح يعني ابن أبي عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ ابن جبل قال قال لنا معاذ في مرضه قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كنت أكتمكموه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعبي بن سعد أن معاذ قال والله إن عمر في الجنة وما أحب أن لي حمر النعم وأنكم تفرقتم قبل أن أخبركم لما قلت ذاكا ثم حدثهم الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمر قال ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق حدثنا حماد بن خالد حدثنا هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذي بن جبل إن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لا يروح حتى يبرد حتى يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حدثنا عاصم عن أبي وإل عن معاذ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حالي من دينارا أو عد له معافرة وأمرني أن أخذ من كل أربعين بقارة مسنة ومن كل ثلاثين بقارة طبيعا حوليا وأمرني فيما سقط السماء العشر وما سقي بالدوال نصف العشر حدثنا محمد بن مصعبا حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن يحيى بن جابر عن رجل عن معاذي بن جبل إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا حدثنا علي بن عاصمين عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن معاذي بن جبل إن قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال يدخلهم الجنة حسنا عفان وحسن بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حسن في حديثه أنا علي بن زيد عن أبي المليح قال الحسن الهوذلي عن روحي بن عابد عن أبي العوامي عن معاذي بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على جمهل أحمر فقال يا معاذ قلت لبيك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال فقلت الله ورسوله أعلم قالها ثلاثا فقلت ذلك ثلاثا ثم قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فقلت الله ورسوله أعلم قالها ثلاثا فقال حقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة حدثنا عفان وحسن قال ثنا حماد حماد عن عطائي بن سائب عن أبي رزيء عن معاذي بن جبل مثله غيرا أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد شد عليه بردعة إلا أن حسنا جمع الإسنادين في حديثه ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية وهو أبن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذي بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغ وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشركة واجتناب الفسادة فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزى فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكففي حانا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذي بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال هي في العشر الأواخر أو في الخامسة أو في الثالثة حانا الحكم بن موسى قال عبد الله قال وحدثناه الحكم بن موسى حدثنا بن عياش حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهري بن حوشب عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله حثنا أبو المغيرة وأبو اليمان قال ثنا أبو بكر حدثني الوليد بن سفيان بن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية قال أبو المغيرة في حديثه عن عبد الله بن قيس قال سمعت معاذ بن جبل إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجالي في سبعة أشهر حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنا ضمرة بن حبيب عن رجل عن معاذي بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثني عطية بن قيس عن معاذي بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه حدثنا روح وحسن بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهري بن حوشب عن أبي الضبية عن معاذي بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يبيتوا على ذكر الله طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل لها عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه قال حسن في حديثه قال ثابت البنني فقدم علينا هاهنا فحدث به هذا الحديث عن معاذ قال أبو سلمة أظنه عن أبو ظبيت حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت قال قدم علينا أبو ظبيت فحدثنا فذكر مثل هذا الحديث حدثنا الحكم ابن نافع حدثنا ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن مالك ابن خامر عن معاذي ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة وفوق ناقة قدر ما تضر لبناها لمن حلبها حدثنا الحكم ابن نافع حدثنا ابن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن معاذي بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله حثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني راشد بن سعد عن عاصم ابن حميد عن معاذي بن جبل إن قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرجا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحللته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبر فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا حثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني أبو زياد يحيى بن عبيد الغساني عن يزيد بن قطيب عن معاذ أنه كان يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال لعلك أنت مر بقبري ومسجدي وقد بعثتك إلى قومين رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين فقاتل بمن أطعك منهم من عصاك ثم يعودون إلى الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها والولد والده والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك حثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر وعن راشد بن سعد عن عاصم ابن حميد السكوني أن معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى اليمن معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحللته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبر فبكى معاذ بن جبل إن جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ للبكاء أوي إن البكاء من الشيطان حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن حبيبي بن عبيد عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام أخوان العلانية أعداء السريرة فقيل يا رسول الله فكيف يكون ذلك قال ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم إلى بعض حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي الوردي عن اللجلاج حدثني معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يصلي وهو يقول في دعائه اللهم إني أسألك الصبر قال سألت البلاء فسألها العافية قال وأتى على رجل وهو يقول اللهم ما إني أسألك تمام نعمتك فقال ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة قال يا رسول الله دعوة دعوت بها أرجو بها الخير قال فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة وآتى على رجل وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل حان عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن أبي حكمين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود قال أتي معاذ بيهودي وارثه مسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وهو الضرير حدثنا الأعمشو عن أبي سفيان عن أنس قال أتينا معاذا فقلنا حدثنا من غرائي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فقال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقالا يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قالا فإن حق الله على العباد أن يعبدوه حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ليث عن حبيبي ابن أبي ثابت عن ميموني ابن أبي شبيب عن معاذ أنه قال يا رسول الله أوصني قال اتقل لها حيث ما كنت أو أينما كنت قال زدني قال أتبع السيئة الحسنة تمحها قال زدني قال خالق الناس بخلوق حسن حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا صفيان بن عيينة عن عمر ويعني ابن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول أنا من شهد معاذا حين حضرته الوفة يقول أكشف عني سجف القبة أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخبركم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا سمعته يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة وقال مرة دخل الجنة ولم تمسه النار حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عوين الثقافي عن الحارث بن عمر وعن رجال من أصحاب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال كيف تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيانا عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوكة حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن بهراما عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمني بن غنمين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم ما إلا حصائد أسنتهم حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقانا عن حبيبي بن أبي مرزوق عن عطائي بن أبي رباح عن أبي مسلمين الخولني قال أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا شاب فيهم أكحل العين براقوا الثناية كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتاة فطم شاب قال قلت لجلي يسم لي ما هذا قال هذا معاذ بن جبل قال فجئت من العشي فلم يحضروا قال فغدوت من الغد قال فلم يجئوا فرحتوا فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية فركعت ثم تحولت إليه قال فسلم فادنوت منه فقلت إني لا أحبك في الله قال فمدني إليه قال كيف قلت قلت إني لا أحبك في الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي يحكي عن ربه يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله قال فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذي بن جبل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل لا يقول حقة محبتي للمتحابي نافية وحقة محبتي للمتباذلين نافية وحقة محبتي للمتزاورين نافية والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو المليح حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء حدثنا أبو مسلمين قال دخلت مسجد حمصة فإذا حلقة فيها 32 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم فطن شاب أكحل فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنا حريز يعني ابن عثمان حدثنا راشد بن سعد عن عاصم ابن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ ابن جبل عن معاذ قال رقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فاحتبس حتى ظننا أن لم يخرج والقائل منا يقول قد صلى ولم يخرج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ظننا أنك لن تخرج والقائل منا يقول قد صلى ولم يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بهذه الصلاة فقد فضلتم بها على سائل الأمم ولم يصليها أمة قبلكم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم يعني ابن القاسم حدثنا حريز حريز عن راشد بن سعد عن عاصم ابن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ سمعت معاذ يقول إنا رقبنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتظرناه فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذي بن جبل قال قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال بخن لقد سألت عن عظمين وهو يسير على من يسره الله عليه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى لها عز وجل قال لا تشرك به شيئا أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه أما رأس الأمر فالإسلام فمن أسلم سلم وأما عموده فالصلاة وأما ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أولا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة وقيام العبد العبد في جوف الليل يكفل الخطايا وتلا هذه الآية تتجاف جنوبهم عن المضاجع يضعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أولا أدلك على أملك ذلك لا ككله قال فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه قال قال قلت يا رسول الله وإنا لنأخذ بما نتكلم به قال ثكيلتك أمك معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد أسنتهم قال شعبة قال لي الحكم وحدثني به ميمون بن أبي شبيب وقال الحكم سمعته منه منذ أربعين سنة حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيسي بن مسلمين عن أبي رملة عن عبيد الله بن مسلمين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوجب ذو الثلاثة فقال معاذ وذو الثنين يا رسول الله قال وذو الثنين حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامري بن واثلة أن معاذا أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال وأخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخلا ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوا بها حتى يضحى النهار فمن جاء فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئنا وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هلما سستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديه من العين قليلا قليلا حتى اجتمعا في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ أن طالت بك حياة أن ترى ما أنها هنا قد ملأ جنانا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبيري أن أبا الطفيل أخبره أن معاذ بن جبل أخبره فذكر معناه وقال تبض بشيء من ماء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أنا عبد الله أنا يحيى بن أيوب أن عبيد الله بن زحر حدثه عن خالدي بن أبي عمرانة عن أبي عياش قال قال معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له قلنا نعم يا رسول الله قال إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا فيقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرته حان عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليماني أنا شعيب حدثني عبد الله بن أبي حسين حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين وهو الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام يفقه الناس أن معاذ بن جبل حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوما على حمار له يقال له يعفور رسنه من ليف ثم قال اركب يا معاذ فقلت سر يا رسول الله فقال اركب فرضفته فصريع الحمار بن فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وقمت أذكر من نفسي أسفا ثم فعل ذلك الثانية ثم الثالثة فركب وسار بن الحمار فأخلف يده فضرب ظهري بصوت معه أو يعصا ثم قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد فقلت الله ورسوله أعلم قال قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم سار ما شاء الله ثم أخلف يده فضرب ظهري فقال يا معاذ يا أبنى أم معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثني بقية حدثني ضبارة بن عبد الله عن دويدي بن نافع عن معاذي بن جبل إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أن يهدي الله على يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر نعم حان عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليماني أنا إسماعيل بن عياش عن صفونا بن عمر وعن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير الحضرمي عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قوتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن آمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بريئت منه ذمة الله ولا تشربا خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإنهلك الناس وإذا أصاب الناس موتن وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن أبي حصيء عن الوالبي صديق لمعاذي بن جبل عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة أحتجب الله عنه يوم القيامة حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن المثن حدثنا البراء الغنوي حدثنا الحسن عن معاذي بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلمت لهذه الآية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فقبض بيديه قبضتين فقال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر بن حوشب حدثنا عائد الله بن عبد الله أن معاذا قديم على اليمن فلقيته أمرأة من خولان معها بنونا لها 12 فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها فقالت من أرسلك أيها الرجل قال لها معاذ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها معاذ سليني عما شئت قال تحدثني ما حق المرء على زوجته قال لها معاذ تتقي لها ما استطعت وتسمع وتوطيع قالت أقسمت بالله عليك لا تحدثني ما حق الرجل على زوجته قال لها معاذ أو ما رضيتي أن تسمعي وتوطيعي وتتقي لها قالت بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت فقال لها معاذ والذي نفس معاذ في يده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يا سيلان قيحا ودمان ثم ألقمته ما فاك لكي ما تبلغ حقه ما بلغت ذلك أبدا حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثن حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلامة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عيشي بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذي بن جبل إن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجله من عذاب الله من ذكر الله ولمعاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهاب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشامين حدثنا جعفر يعني ابن برقان حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطائي ابن أبي رباح عن أبي مسلمين الخولني قال دخلت مسجد حمصة فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت فإذا انترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوه فقلت لجلي يسم لي ما هذا قال هذا معاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب فكنت معهم حتى تفرقوا ثم هجرت إلى المسجد فإذا معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية فسكت لا يكلمني فصليت ثم جلست فاحتبيت برداء لي ثم جلسا فسكت لا يكلمني ثم قلت والله أني لا أحبك قال فيما تحبني قال قلت في الله تبارك وتعالى فأخذ بحب وتفجرني إليه هنية ثم قال أبشر إن كنت صادقا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبيطهم النبيون والشهداء قال فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت فقلت يا أبا الوليد لا أحدثك بما حدثني معاذ بن جبل في المتحابين قال فأنا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الرب عز وجل قال حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتباذلين فيا وحقت محبتي للمتواصلين فيا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي عن سعيد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن معاذ قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين بني ثلاثين سنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني سليمان الأعمش عن رجاء الأنصالي عن عبد الله بن شداد عن معاذي بن جبل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فقيل لي خرج قبل قال فجعت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل حتى مررت فوجدته قائما يصلي قال فجئت حتى قمت خلفه قال فأطال الصلاة فلما قضى الصلاة قال قلت يا رسول الله لقد صليت صلاة طويلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت لها عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنسي بن مالك عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حثنا معاوية بن عمر وهارون بن معروف قال ثنى عبد الله بن وهب قال هارون في حديثه قال وقال حيوة عن أبن أبي حبيب وقال معاوية عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين موسنة قال فعرضوا علي أن أخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين موسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين موسنة وتبيعا ومن الثمانين موسنتين ومن التسعين ثلاثة أدباعا ومن المائة موسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة موسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاثة موسنات أو أربعة أدباعا قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخذ فيما بين ذلك وقال هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ موسنة أو جذعا وزعما أن الأوقاص لا فريضة فيها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن أبي منيب الأحدب قال خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون فقال إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة ثم نزل من مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن ابن معاذ فقال عبد الرحمن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فقال معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك عن أبن أبي ليلى عن معاذ قال استبر جلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى أنه لا يتخيل إلي أن أنفه لا يتمزع من الغضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو يقولها هذا الغضب بان لاذهب عنه الغضب اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن زيدي بن أسلم عن عطائي بن يسار عن معاذي بن جبل إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمسة وحج البيت الحرام وصام رمضان ولا أدري أذكر الزكاة أم لا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيله أو مكث بأرضه التي ولد بها فقال معاذ يا رسول الله أفأخبر الناس قال ذر الناس يا معاذ في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين مئة سنة والفردوس أعلى الجنة وأوسطها ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم ألها فاسألوه الفردوس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مسرة بن معباد عن اسمعيل بن عبيد الله قال قال معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم ويزكي بها أعمالهم اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل إن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيه هو وأهل بيته الحظ الأوفرى منه فأصابهم الطاعون فلم يبقى منهم أحد فطوعنا في أصبعه السبابة فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمر النعم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي الليل عن معاذي ابن جبل قال انتسب رجلاني من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام أحدهما مسلم والآخر مشرك فانتسب المشرك فقال أنا فلان بن فلاء حتى بلغ تسعة آباء ثم قال لصاحبه انتسب لا أم لك قال أنا فلان بن فلاء وأنا بريء مما وراء ذلك فنادى موسى عليه السلام الناس فجمعهم ثم قال قد قضي بينكما أما الذي انتسب إلى تسعة أباء فأنت فوقهم العاشر في النار وأما الذي انتسب إلى أبويه فأنت امرؤ من أهل الإسلام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد يعني أطحان أنا يحيى الطيمي عن عبيد الله بن مسلمين عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما فقالوا يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان قالوا أو واحد قال أو واحد ثم قال والذي نفس بيده أن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنسي بن مالك عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقد قال حماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال كنت أنا وعاصم بن بهدلة وثابت فحدث عاصم عن شهري بن حوشب عن أبي غبيت عن معاذي بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يبيتوا على ذكر الله طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه فقال ثابت قدم علينا فحدثنا هذا الحديث ولا أعلمه إلا يعني أبا ضبيت قلت لحمد عن معاذ قال عن معاذ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمر بن العاصي عن معاذ قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمامين يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعدة في بيته فيسلم الناس منه ويسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامري بن واثلة عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا أرتحال قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليه ما جميعا وإذا أرتحال بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا أرتحال قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا أرتحال بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون حدثنا ابن وابن أخبران يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية أن معاذ بن جبل قدم الشام ما وأهل الشام لا يطرون فقال لمعاوية ما لي أرى أهل الشام لا يطرون فقال معاوية وواجب ذلك عليهم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال بينما أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قالا ثم صار ساعة ثم قالا يا معاذ بن جبل إن قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قالا فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قالا ثم صار ساعة ثم قالا يا معاذ بن جبل إن قلت لبيك رسول الله وسعديك قال فهل تدري ما حق العباد على الله الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قالا فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن معاذ قالا كنت ردث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فذكر نحوه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطائي بن سائبي عن أبي رزي عن معاذي بن جبل إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالا ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال قلت بل قالا لحول ولا قوة إلا بالله حان عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبران أبو عوين قال سمعت الحارث بن عمر وأبن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمصة عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذي بن جبل إن حن بعثه إلى اليمن فذكر كيف تقضي إن عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا قال قال فضرب صدري فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لما يرضي رسوله حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذي بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحوار العيني لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهري بن حوشب عن معاذي بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمي بن بهدلة عن شهري بن حوشب عن معاذي بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مقالة تجاف جنوبهم عن المضاجعي يضعون ربهم خوفا وطماعا قال قيام العبد من الليل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أو الصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ثلاث مرات فالتمس العلم عند أربعة رهت عند عويمر أبي الضرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلمين الذي كان يهوديا ثم أسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعماني ويونس قال ثنا بقية بن الوليدي عن السري بن يمعم عن مريح بن مسروق عن معاذي بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين حثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادته عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن معاذي بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل أهل الجنة الجنة تجرد مرد مكحلين بني ثلاثين أو ثلاث وثلاثين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الوارث حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادته عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذي بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشات القاسية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم الجماعة والعامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبن عمير عبد الملك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فأحسن فيها الركوع والسجود والقيام فذكرت ذلك له فقال هذه صلاة رغبة ورهبة سألت ربي فيها ثلاثا فأعطاني اثنين ولم يعطني وحدة سألته أن لا يقتل أمتي بسنة جوع فيهلك فأعطاني وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاني وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا جهضم يعني اليمامي حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا زيد يعني ابن أبي صلامين عن أبي صلامين وهو زيد بن صلامي بن أبي صلامي نسبوه إلى جده أنه حدثه عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن خامر أن معاذ بن جبل قال احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات عن صلاة الصبح حتى كدنا نترى قرن الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصل وتجوز في صلاته فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم ثم أقبل إلينا فقالا إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغدات إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست فنعست في صلاة حتى أستيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقالا يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري يا ربي قالا يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجل لي كل شيء وعرفت فقالا يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قالا وما الكفارات قلت نقل الأقدام إلى الجمعات وجلوس في المساجد بعض الصلاة وإسباغ الوضوء عند الكرهات قالا وما الدرجات قلت أطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال سلقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة فتنة في قومين فتوفني غير مفتوء وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا أبن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير ابن مرة عن مالك ابن خامر السكسكي قال سمعت معاذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك عليه طابع الشهداء ومن سأل لها الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه ومن قاتل في سبيل الله فوى قناقة وجبت له الجنة حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيانا عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ قال استب رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال هذا فهب غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وأبو سعيد قال ثنا زائدة عن عبد الملك ابن عمير وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذي ابن جبل قال أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل إن لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجمعها قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الآية تقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة قال بل للمؤمنين عامة حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة عن قيس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن عاصمي بن بهدلت عن شهري بن حوشب عن أبي الضبية عن معاذي بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يبيتوا على ذكر الله طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة أنا عطاء بن السائب عن أبي رزي عن معاذي بن جبل إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بل قال لحول ولا قوة إلا بالله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر أنا أبن جريج حا وروح حدثنا أبن جريج قال قال سليمان بن موسى حدثنا مالك بن يا خامرة أن معاذ بن جبل حدثه وقال روح حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاهد في سبيل الله وقال روح قاتل في سبيل الله من رجل مسلمين فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل لها القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر الشهداء ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزري ما كانت وقال عبد الرزاق كأغز وروح كأغزري وحجاج كأعز ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسقي ومن جرح في سبيل الله فعليه طابع الشهداء حدنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاقي أنا سفيان وعن جابر عن عبد الرحمني بن الأسود عن محمد بن زيد عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربية فأمرني أن أخذ حظ الأرض قال سفيان حظ الأرض الثلث والربع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا بقية عن السري بن يمعم عن مريح بن مسروق عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بعثه إلى اليمن قال إياك وتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا المقري حدثنا حي وتقال سمعت عقبة بن مسلمين التجيبية يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل إن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ أني لا أحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دمري كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن مسعبي بن سعد عن معاذ قال أن كان عمر لمن أهل الجنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته أو نومه فهو حق وإنه قال بينما أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارا فقلت لمن هذه فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نوفير عن مالك بن خامرة عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخيذ الذي حدثه أو منك به ثم قال إن هذا لا حق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد يعني معاذا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام حدثنا شهر حدثنا ابن غنمين عن حديث معاذي ابن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوكة فلما أن أصبح صلى بالناس صلاة الصبح ثم إن الناس ركبوا فلما أنطلعت الشمس نعسى الناس على أثر الدلجة ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو أثره والناس تفرقت بهم ركبهم على جواد الطريق تأكل وتسير فبينما معاذ على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته تأكل مرة وتسير أخر عثرت ناقة معاذ فكبحها بالزمام فهبت حتى نفرت نفرت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عنه قناعه فتفت فإذا ليس من الجيش رجل أدنى إليه من معاذ فنداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قال لبيك يا نبي الله قال ادن دونك فدن منه حتى لصيقت راحلتاهما إحداهما بالأخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أحسب الناس منك مكانهم من البعد فقال معاذ يا نبي الله نعس الناس فتفرقت بهم ركبهم ترتع وتسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كنت ناعس فلما رأى معاذ بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وخلوته له قال قال يا رسول الله ائذن لي أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم سني عما شئت قال يا نبي الله حدثني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك عن شيء غيرها قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ لقد سألت بي عظمين ثلاثا وإنه ليسير على من أراد الله به الخير وإنه ليسير على من أراد الله به الخير وإنه ليسير على من أراد الله به الخير فلم يحدثه بشيء إلا قاله له ثلاث مرات يعني أعاده عليه ثلاث مرات حرصا لكي ما يتقنه عنه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر وتقيم الصلاة وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك فقال فقال يا نبي الله أعد لي فأعدها له ثلاث مرات ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السنام فقال معاذ بل بأبي وأمي أنت يا نبي الله فحدثني فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وهو أن محمد عبده ورسوله وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وهو أن محمد عبده ورسوله ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا أغبرت قدم في عمل تبتغ فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن زيدي بن أبي أن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال فذكر أحوالها فقط حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي ويزيد بن هارون أخبرنا المسعودي قال أبو النضر في حديثه حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذي بن جبل إن قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدسي المقدسي ثم إن الله أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرامي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال فوجهه الله إلى مكة قال فهذا حول قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذنوا بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كدوا ينقصون قال ثم أن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت أني لم أكن نائما لا صدقت إني بين أنا بين النائم وليقضاني إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمها بلالا فليؤذن بها فكان بلال أول من أذن بها قال وجاء عمر بن الخطاب فقالا يا رسول الله إنه قد طاف بمثل الذي أطاف به غيرا أنه سبقني فهذان حولان قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم قالا فكان الرجل يشير إلى الرجل إن جاء كم صلى فيقول واحدة أو إثنتين فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال فثبت معه معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فإصنعوا فهذه ثلاثة أحوال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوموا من كل شهر ثلاثة أيامين وقال يزيد فصام سبعة عشر شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيامين وصام يوم عاشوراء ثم إن لها عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي قال فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه قال ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا أمتنعوا قال ثم إن رجلا من الأنصار يقالوا له صرمة ظل يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصل العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا قال ما لي أراك أراك قد جهدت جهدا شديدا قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائما قال وكان عمره قد أصاب من النساء من جارية أوي من حرة بعدما نام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل وقال يزيد فصام تسعة عشر شهرا من ربيع الأول إلى رمضان حسنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأحسن فيها القيام والخشوع والركوع والسجود قال إنها صلاة رغب ورهب سألت لها فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين وزوعني واحدة سألته أن لا يبعث على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيه وسألته أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا فأعطانيه وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصمين حدثنا حي وتحدثني عقبة بن مسلمين حدثنا أبو عبد الرحمن الحبولي عن أصلنا بحي عن معاذ قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أني لا أحبك فقلت يا رسول الله وأنا والله أحبك فقال فأني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصمين حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الله بن عامر الأسلامي عن الولدي بن عبد الرحمن عن جبير بن نوفير عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع ومن طمع في غير مطمع ومن طمع حيث لا مطمع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن عاصمين عن أبي وإل عن معاذ أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن أخذ من كل ثلاثين من البقر بقرة طبيعا أو طبيعة أو قال جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حالي من دينارا أو عدله معافرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبانة عن سهل عن أبيه عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيسين عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأثر عن الله عز وجل قال وجبت محبتي للذين يتحابون فيه ويتجالسون فيه ويتباذلون فيه حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغضى في الله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت حسن عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن شهري بن حوشب عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأنبئك بأبواب من الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقيام العبد من الليل ثم قرأت تجاف جنوبهم عن المضاجعي إلى آخر الآية حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا الحكم بن عبد الملك عن عمار بن محمد العبسي عن عبد الرحمن بن أبي الليلة عن معاذ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ سمع مناديا يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال شهد بشهادة الحق قال أشهد أن محمد رسول الله قال خرج من النار انظروا فستجيدونه إما رعيا معذبا وإما مكلبا فنظروه فوجدوه رعيا حضرته الصلاة فناد بها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن طاوص عن معاذ قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن أيوبا عن أبي قلبة أن الطاعون وقع بالشام فقال عمرو بن العاصي إن هذا الرجز قد وقع ففر منه في الشعاب والأودية فبلغ ذلك معاذا فلم يصدقه بالذي قال فقال بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم ورحم اللهم أعطي معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك قال أبو قلبة فعرفت الشهادة وعرفت الرحمة ولم أدري ما دعوة نبيكم حتى أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليلة يصلي إذ قال في دعائه فحم إذن أو طاعون فحم إذن أو طاعون ثلاث مرات فلما أصبح قال له إنسان من أهله يا رسول الله لقد سمعتك الليلة تدعو بدعاء قال وسمعته قال نعم قال قال إني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم فأعطانيها وسألته أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فأبى علي أو قال فمنعنيها فقلت حم إذن أو طاعون حم إذن أو طاعون حم إذن أو طاعون ثلاث مرات